بعد التحذيرات الأممية من مخاطر الذكاء الاصطناعي ها هو الأخير يقتحم المجال الطبي تحديدا مجال الرعاية الصحية في الولايات المتحدة لا بل إن هذا النظام الذكي المتعلق بالصحة يصاب بالهلوسة بعدما قدم معلومات طبية خاطئة عن المرضى وفي تفاصيل هذه القضية قدم مئات الأطباء في جميع أنحاء الولايات المتحدة تسجيلات محادثاتهم الخاصة مع المرضى إلى شركة ديب سكرايب المعنية بالتكنولوجيا الصحية والتي بدولها تقوم بتحويل محادثات الأطباء مع المرضى إلى سجلات طبية قابلة للاستخدام من خلال الذكاء الاصطناعي عاملون حاليون وسابقون في الشركة كشفوا بأن هذه التقنية ترتكب أخطاء متعددة أثناء إنتاج التقارير مثل عدم استخدام المصطلحات الطبية الصحيحة وإضافة الأدوية التي لا يتناولها المريض أو تغيير اسم الدواء الذي وصفه الطبي الأمر الذي وصفه الخبراء بهلوسة الذكاء الاصطناعي ولتصحيح الخلال عمدت الشركة أي شركة ديب سكرايب إلى استقدام مئتي عنصر بشري للاستماع إلى المحادثات الطبية ومراجعة السجلات من جديد مما يؤكد مشاهدين بأن قوة الذكاء الاصطناعي ليس لها معنى من دون العمل الحاسم الذي يقوم به العنصر البشري ويظهر هنا بأن التكنولوجيا لا تزال غير قادرة على القيام ببعض الأعمال الأساسية على الأقل في الطب دون مساعدة بشرية كبيرة بحسب Wall Street Journal لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات